من جديد على مجرد كذلك على الوطنة تونسية رجعنا نبدأ معكم الأولى لفقرة تمتعنا التي تعودت بها في صباح تونسي وهي سؤال دكتور نظيفتنا اليوم الدكتورة ناديا كورشين موزيح طبيبة مختصة في تب واجراحة العيون اختصى سعة ليسق صباح الورد دكتورة مرحباك صباح النور وصباح الخير لناس كل مرحبا بيك الدكتورة اليوم حابينا نترحو موضوع مهم برشا والمرض هذه معناه موجود في تونس معناها موجود نقولو من نجمش من ننكر نقولو حالة نادرة ولا كذلك نتصير حالة الالتهابات اللي تصير في العين ذيك عليش اليوم نحبو ان نفسروها لحكاية كفش تصير الالتهابات هذه بالضبط في اي جزء من العين تصير الالتهابات شنو الأسباب بمتاحها وخاصة هل فيها انواع وإلا الالتهاب ذيك هو معناها اي التهاب يصير نوع وحيد موجود نراهوا الالتهابات العين نجمو نقسموهم إلى الالتهابات جرثومية والتهابات غير جرثومية التهابات الجرثومية جزب سنشبدو عليهم شوية على خطر ديجا حكينا فيها منهم كي ما تقول انت هيك الكونجنكتيفية تحنا العادية هذيك اللي هي 90% من التهابات انتع السطحية أما طوابش نحكيه على خاصة التهابات الغير جرثومية واللي هي تنجم تكون يأما من الحساسية تنجم تكون حساسية العادية يعني اللي جاي مربع جاي متبديلت التقس سبب التهاب نجم تسبب التهاب يعني 10% منه ما فيهش مشكل ويدوى فسيلمان وفما التهابات اللي هما جيو للصغار مثلا اللي زاليرجي اللي جي للصغار اللي هما صعب شوي وردوكم لازمنا نتلهو بيون باش ما يصيروش يعني دي كومبليكاسيون اللي تخلي صغير بعد ما يشوفش مليح هذيها بالنسبة للحساسية مش بش نطعم قويسر يسر فيها ومتيت مانشون للحساسية على الدويات خطرحنا توا نمشيو هاو الفرماسية هيت انتيبيوتيك هيت درشان راو لازمنا نعرفو انو بارش هديز انتيبيوتيك يعطيو التهابات منناو حساسية غراف في العين واللي راي تعمي بش نبدي واضحي ما بعضنا نجو من لول تبدأ بالسياسة بالسياسة تخرج على البدن ومباديكا انفوها ماست العين راي العين تولي تتعمي وما عنا حتى حل لها دونك مهم ياسر هذي بش نمشيو احنا نعملو لوتو ميديكاسون وحدنا وناخدو الدويات على بعضو راهو لي ديما باستشار الطبيب هو باستشار الطبيب والطبيب بيدو لازمو يعرف كين انتي عملت دجا حساسية على اي دوي حتى دي بغاستامل يعني حتى حربوشة سامبل اللي احنا ديما ناخدوها طو بش نحكيو على الالتهابات غير جرثومية اللي هي مش معروفة ياسر في تونس ولي هي بنجموش ننكرو اللي هي مش موجودة وتسبب كمام في حالة على سبعة من العماء يعني على مثلا سبعة عباد مرضو بالالتهاب فما واحد منهم روي نجمي يتعدى للعماء والباقي ينجمو ينقص له منظر يعني بصفة حادة دونك الحالات هذو ما جايين كيما الروماتيزم يجي في السقين وإلا في الركيب وإلا سعاد في العروق ذي النوعية من الروماتيزم يجي في العين سيدي زنتيكور يعني الجهاز المناعة يقول يعمل دي زنتيكور ضد العين ضد الأجزاء متى العين وينجم حتى يقتلها جملة وتولي معاش تشوف منهم الأمراض هذو ما فما أمراض اللي يجي تابع مرض يمس أي جزء العروق في العين ينجم يمس العروق ينجم يمس الجزء يعني السطحية القدامية يعني الجزء الكونجنكتيف الملتحمة وإلا الجزء الأمامي والجزء الخلفي حتى العصب البصري وكي يتمس مثلا العصب البصري فما ندخل وقتها في التهابات متى المخ فمت يخطرموش العصب البصري يتابع المخ وتابع العين وممتان وهذي كان حاجة غراف وجنغال ما نخدمه يسر يعني الطبيب العين يتعامل يسر مع طبيب متى العصب بش نجم المريض يخذوه بالجداء ويرقد ممكن في السبيتار وفي التليني كنعديوا لدوية قوين برشة وفما دوية ممكن حتى يعني أقوى من هذي كان أعطيهم له يقعد بيهم أعوام حمطة بش أكيك نجموا نكونترولي المرض مثلا هذي في العصب البصري نجم يجينا للعباد الصغار اللي هما مكثر في الصغار وفما زيدا كيما دي مالادي مثلا مالادي دو أختان يجي للكبار هذي يعمي جملة انفوا مس العين نجم مس زيدا العين الأخرى لطفي يا ربي دونك ما لازم نيش نستهوني وكي احنا فما بلاسة في العين ما نشوفوش بيها دونك لازم اكتمشي تثبت على خاطر فما توا بارشة حالات اللي نشوفو فيهم اللي جينا في اخر لحظة في اخر لحظة وبعد قديش من عام وممكن هاني حمارتلي ساعات وغدوة لباس واحنا ماشي وبعد يكنا نقارو احنا ما عاش نجم وناملو حد شيء ما عاش فماعي هذي صحيح قلنا روماتيزم في العين اشنو اسبببهم تيعو روماتيزم هذي في العين كما قلت لك هذي هو كما المناعة متاعنا تولي تخلق مضادات ضد العين متاعنا بيدي لزانتيجين اللي موجودين في العين نجم يكون لانتيجين الميلانين نجم يكون لانتيجين يعني ضد جزء من الاجزاء اللي بتيت موليكول اللي موجودين دان السيلول في وسط العين هذو ما تنجم وتنجم تكون بيانسور فما امراض كما فسرتلك سواء موجودة كما في العين كما مثلا المرض هذي نقولو الوقت كيانا جي اغادا مثلا هذي يجي لسراء اللي جان انتخ 20 اي 40 ايجي عن انتخبئ يعني الكبار ماسي خاصة وعنه جين ويراثي مثلا الاحكاية تاقشكون في العائلة فما اسكن اللي لطو إمونيتي اللي هي ويراثي يعني كن مثلا جيت المرض هذي ينجم ييجي سو فرم دون autre مالادي زادة كيف كيف إمونيتي كما مثلا الامراض حتى متاع الامعاء مثلا الكرون الارسياش هذو ما يعرفوهم توافة مادزاسوسياشون دونك ينجم يمس العين اللي اسكليروزان بلاك يعرفوها فمت ذي زادة كيف وساعة تمس العين هي لولا ومبعديك تتعدى للمخ والمخيخ وتتعدى للظهر مالادي دو بيسات المرض بهجت اللي هو هذي مرض دلاغود دلاثوا اللي جينا يعني نقوه برشا في تركيا نقوه في اللي البي أزياتي ونقوه زادة كيف كيف برشا في تونس واللي هذي يعني مختر وينجم يمس ساعة عائلات هو بيدو وفما يعني دي جينا ما سلنا العين دونك احنا نقوه بكوا تنس فما دوية تغالي النار ما لازم نش نستهونو بيهم يعني أول ما تصير أي حاجة حتى أمتي فلوف العين مش حاجة عادية أنو فلوف العين يقعد أكثر من 12 ساعة أي يقلق لازبنا أكثر من 12 ساعة شوية فلوف العين مع شوية حمورية وحتى مفمش حمورية يشوف واحنا المخطورية أكثر يجينا عند الصغار صغار صغار يعني يبدو في الخمسة ستة سبعة سنين فما حالات نادرة لما حالة أما فما خطر الصغير ما يقولش دونك في أول لحظة الأم تلاحظ أنو العين والتي مثلا تهرب معاش تغزر معاش تفكسي مثلا القدام لازم تشوف ولدها ما فيهاش حتى كلام خطر الصغير ما يعرفش ماينجمش يعرف ولا يليكس بخيم المشكل فما بيانسور الأمراض هذو ما الالتهابات اللي نجم يصير في يعني جزء الأمامي والخلفي والعصب البصري يروا ينجم زيدا يصير ويجيونا من دي مالدي انفكسيوز اللي هوم يعني في تونس موجودين برشا كيمة تيبركولوس كيمة التوكسوبلازموس هذي العباد اللي نقولو حي التوكسوبلازموس مرض القطوس احنا اللي متاع المرأة الحبلة هذيك هذيك راهو مرض منتشر ياسر وينجم راهو يعني يعني ملازم نش نقولو نستهونو بي دونك مهم ياسر باش نعرفوها الحكاية هذي تيبركولوز خاصة نحنا توا انو واليت تيبركولوز زادت هاجت يعني في العوام الأخر هذوم على خاتر العباد ما عادش ولاوي يعني يسيعدو برشا فما برشا هاو شيشا من فم الفم فما فما تيبركولوز زادت غنجليون اختبدا نشربو الحليب من غير ما نغليوهم ليح فمت دونك الأمراض هذو ما والمالادي فيغال زادت الكوفيد روى النجم يعطينا التهابات من النوع هذة نكذيك عليش انا حبي تنقول للمالادي فيغال لسين في حتى اليربيس اليربيس الذي يطلع ساعات في الفم هون يمس العين يمس حتى العصب البصري والشبكية كريمة وهذك يعني مختر يسر لنك لازم ديركتمان ديك فما اي حاجة لازمنا نعديو في الاستعجالي الاستعجالي 24 على 24 موجود الاستعجالي مثال العيون في البوبليك وفي الخاص ما فميش اشكال طبط العيون منتشرين اتخافيخ دوت لتونيزين فما حتى مشكل يعني حتى في النهار 24 ساعة ويمش يتمين على صحته ما نخسرو حد شي عند علامات مشتركة الالتهابات هذية تقريبا الحمورية الحمورية في العين نجم تجينا شوية بالوجيعة فما الالتهابات تجينا بالوجيعة كبيرة سكنا بلسكليريت لزي بلسكليريت هذو الروماتيزم اللي يعاوج لدين الروماتيزم البولياختخيت روماتويت هذيك مثلا تنجم تجينا معناها يعني تجينا التهاب في وسط البيضة في العين وتذوب جملة البرتي هذيك وتنجم تنقب العين وتفسدها جملة هذيك عليش مهم ياسر حتى مشيت لطبيبك مثلا متاع الروماتيزم وقتلوا مثلا فما أعراض من هذا النوع تنجم تقول له هو بيدو بشين سحك بيش يبعثك تعدي وتاخذ الدوية اللي يلزم خذ فما دويات لازمهم ساعة يتعدي في العرق لازمهم أسبيتاليزاشون مهيش كيكة حربوشة وتعدى لازم تحت المتابع المراقبة لازم فما دويات تتعدى تحت مراقبة فما الطب الباطني اللي نخدم يسري يسر معا ومشكورين برشا دونك رو عنا الموين في تونس سيخت مو معنش طول الموين مثلا دوية لها لنبارشا حاليا سوختو توا ونباريو دو كوفيد عالم كامل ما عندوش بخيز كدوية الكل وحنا أكثر شوية مي اللي بخومي خفاز أنا أكد أنو اللي بخومي خفاز نجمور ونلقفو العين نجمور نلقفو المرض ساعات العين هي اللي تورينا المرض ساعات العين هي اللي تورينا أنو المرض هذا موجود دونك احنا نجمو نلقفو وننصر المو العين مي ومش المرض في البدن مكامل كما الملدي دبهجة نجم مثلا تمثلنا السيستيم نيرو والعين ساعات يعني تورينا مثلا حتى لفت أنك تشوف دوبل لفت لها تبدأ بعد ما يشعر دي يا رو أي فيزيون دوبل بالنسبة للعين راي ست انسي غراف إنا جميع تي انسي نورمال مسال إش نشوف دوبل تغضو تتوصبح لباس فميش من ساعات قول كافة الترتيح بشكل تلقائي ولا ساعات نشوف دوبل على الجنب ليرو دوبل على الجنب القدام اللوت الفوق راو سيت نشوف دوبل كي انسي غراف إي إفوكاتور دو مالادي غراف دو مالزم نش نستهين بي حتى كين العين مواجعت نش حتى كين تشوف بي هم لي اما تشوف دوبل ردوا بالكم دو هذي مهم يسر لازم واحد يبدأ أوز غي عال الحكاية تضوما بالنسبة هل تسحق لها أدوية كهوم فماش معني هجراح فما أدوية هي جنيرال موسي آن ميديكال يعني بالتسعين في المئة منو دو فمدويات تقتري في العين نعملو دزانجيكشون زادة في العين كيسو سواء تحت الملتحمة وإلا بحذ العين بالضبط وإلا في وسط العين وهذو كم دزانجيكشون والي بش نوقفو المرض ولا حاجة أي نعملو لازير بوغ تخيتي لكمبليكاسيون خطر يعملنا الماء في العين التهابات ضومة نجم تعملنا الماء وقتها فما بروتوكول كامل نعملوه مع طب يعني الروماتيزم والطب الباطني بش نعملو بروتوكول كامل يعني نحذروا به للمريض ومبعدي نشقولو ومبعدي نكملو زادة في البرتوكول هذيك مي اوني اوبليجي بش نعملو عملية استقصال الماء من العين فما عملية شبكية يصيرو فما دويات قويين اللي هما غالين برشا يعني كما الغيم يكادو لحاجة طب الباطني هو دونك مع الكونسيرتاشون مع اللوف ترمولوجيست وبينسور من هوني مشكورين حتى الكنام اللي يحاولوا زادة يعاونوا بخطر غالين يسر اما يعطيوا دي زفة بهين برشا بالنسبة اللي نسكن لازاجان بيولوجيك فما عنا برشا يعني ارسونال تيرابيتيك موجود نحاولو بش يبدع يكون اكثر موجود للمرضى هذوما على خطر جنرالما هذوما التهابات جي عند العباد اللي صغار اللي محبوهمش يوقفوا على خدمتهم نحبوهمش يشدوا دار نحبوهم بالعكس يخدموا على رواحهم ويكملوا حياتهم بالطريقة اكثر عادية كو بوسيبل اي بي احنا نحكو اهم الاحتياتات ولا اللي يقام للأمر اللي تسيب العين خاصة الالتهابات اللي تحدثنا عليهم اليوم شنو اهم النصائح اللي تقدم هنا ولا ارشادات فيما خص بش نحمي وعينينا من بالنسبة الالتهابات يعني كي واحد يعرف ان هو في عائلة اللي ابوه امه صارت لهم قبل الالتهابات ولا حاجة لازمو يدفقد روحو دو طن زن ما فيهش مشكل وقت اللي بش يعمل عنده اي سيني على عين لازمو يمشي عدي ما يطفيهش لازمو حتى ينصح زيدا ما فيها بيس حتى مثلا مرة في ثلاثة سنين ولا مرة في العام يمشي ثبت عيني ما فيها بيس حتى للانسان العادي يعني ما لازمش يقول لازمش لازمش عين حمار شوية ما عندي شو جاعة لازمش عين يفلو شوية ما هي منيش لي ما نقعدو كيك بالعام بالعام لي اذا حاجة خيب ماذا بينا يعني الواحد يفا اتنش عالوي يثبت حتى بالعين بالعين فيها بيس ويحدي ساكر ساعة عين ويغزر حتى قدم ويشوف روح وكان سا سا با جنرال مان سي يعني لسي بلتو لدى بيستاش شكرا لك على حضرك بحثينا دكتور نادية كورشين مزيح طبيبة مختصة في الطب وجراحة العيون اختصاص عدسة لسقة شكرا لك ماروخ راح نحن منزل نواصل معكم لقاء في صباحة تونس تسعة واربعة وثلاثين دقيقة دكتور حاكيم نسمعها جوية خير ومبعد لطفي بوشنيق نسي العيون با